تفع تصعر النفط اليوم بنحو طفيف تنتظر الأسواق اجتماع مجموعة أوبيك بلاس هذا الأسبوع لبحث إمكانية تمديد تخفضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية يونيو الجاري واستقر خامو برينت عند 38.68 دولار للبرميل بارتفاع طفيف قدرة ب0.94% فيما سجلت العقود الأجلة لخام غرب تيكساس الوسيط 35.66 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 0.62% وسجلت تصعر النفط مكاسب خلال الشهر مايو والماضي ولقيت دعما من تراجع إنتاج خام أوبيك إلى أدنى مستوياته في 20 عاما مع توقع أن يتعافى التلفذ لخروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر